السلام عليكم ورحمة الله تعالى مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل مباراة القيمة في دولي ابطال اوروبا لمباراة النصف النهائي في مباراة الاياب. مباراة تجمع بين الميرنجيريا المدريد والسماوي نادي ماشيستر سيتي. وطبعا نحن كعربي همنا نادي سيتي بقيادة النجم الجزائري رياد محرس في مباراة اليوم. فماشيستر سيتي تحت قيادة الفلسفة الاسباني بي دولان دخلا بشكلة كالاتي في اللقاء اليوم. حرسنا ما فهو الحلس البرازيلي ايدرسون خط الدفاع لدينا تلاتي كالوكر روبين دياس و اكارجي تنال الارتكاز لدينا ستونز و رودري يأتي من امامهم الرباعي جاكا غريريتش الكاي جوندوغان و كيفين دورون برنادو سيلفان. اما رأس الحرب الفوال بومبور والهدف ايلينغ هالاند. طبعا هذه الشكلة دخل بها بي بي جواردولان. للاسف محرس لم يشارك الساسي في اللقاء في اه البداية في مباراة الميرينغي و اه ماشيستر سيتي. طبعا بداية المباراة كما كان متوقع الدغط والاستحواذ والسيطرة كليا لنادي ماشيستر سيتي. في منادي ريال مدريد كان يلعب يتاكة الدفاع في الخلف بدون اي محاولة او اللعب على اه الهجوم. كان يلعب يتاكة الدفاعي رهيب ما جعل السيتي يستحوذ بالطول العرض على اللقاء ويشكل خطورة على مرمام طيبو كورتوان. طبعا اول تهديد محاقق للسيتي كان كان عن طريق اللعب اه بتزديده مرت امام القائم. عاد وهدد السيتي مجددان عن طريق ايرلينغ هالاند لولا طيبو كورتوان بتصدي خرافي انقض فريقه من الهدف الاول بالشكل الرائع جيد من خط المرمام. لكن السيتي لم يتفوقف واستمر بالضغط في المباراة والاستحوال حتى الهدف الاول عند القلع برنادو سيلفان في خطأ يتحمله اه ترك المساحة لبرنادو سيلفان يتحرك في اه الدفاع ويستجيل الهدف الاول. معاد برنادو سيلفان واستجيل الهدف تاني كذلك خطأ دفاع مستدواج تركه مساحة لبرنادو سيلفان وكان في حرية تم لعب الكورة بكل سهولة في مرمى طيبو كورتوان للامنة السيتي استحوال بالطول وعرض على اللقاء واستطاع الفوكس برباعية نظيفة في مباراة تاريخية لسيتي وفي اداء استدنائي. ريض محلز الشركة في الدقيقة التامينة والسبعين من عمر المباراة كان السيتي متقدم بثلاثية نظيفة. ريض محلز اه سهل في الهدف الرابع لفريقه سيتي بعدما قام بالتمر اللاعب في الفودين الذي قدم التمر حاسم لي خول ليان الفاريس ليسجل الهدف الرابع وهدف الفوز وهدف الانتصار في المباراة. طبعا السيتي بمباراة تاريخية بفوز كبير بسيطرة بالطول وعرض استحق الفوز واستحق الوصول الانهائي للمرة الثانية في مشواره. نتمنى تفاقي محلز وإلى اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.